بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك عزيز الطالب في المحاضرة الثانية من الوحدة الخامسة وموضوعها الحرام نبدأ أولا بتعريف الحرام وذكر مثاله وحكمه فنقول الحرام معناه في اللغة ضد الحلال وفي الاصطلاح الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا جازما ومثال الحرام قتل النفس المنهي عنه بقوله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والزنا الذي طلب الله الكف عنه بقوله سبحانه ولا تقرب الزنا وأما حكم الحرام فإن فاعله يستحق الذم والعقاب وإن تاركه يستحق المدحى والثواب والمحرم عند الحنفية هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبا جازما بدليل قطعي ويلاحظ أن الحنفية كما فرقوا بين الفرض والواجب حيث خصوا ما ثبت طلب فعله بدليل قطعي باسم الفرض وما ثبت طلب فعله بدليل ظني باسم الواجب فقد فرقوا أيضا بينما ثبت طلب الكف عنه بدليل قطعي فخصوه باسم الحرام وبينما ثبت طلب الكف عنه بدليل ظني فسموه المكروه تحريما وقد عرفت أن هذا الخلاف بين الحنفية وغيرهم إنما هو خلاف لفظي في التسمية والاصطلاح لا مشاحة فيه وذلك للاتفاق على أن كل من الحرام والمكروه تحريما يعاقب فاعله ويثاب تاركه وأن الأول يكفر جاحده دون الثاني أما الصيغ والأساليب الدالة على الحرام فكثيرة منها أولا صيغة النهي المجردة عن القرائن الصارفة كقوله تعالى ولا تقرب الزنا أيضا صيغة الأمر بالاجتناب مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ثالثا صيغة التحريم وما يشتق منها كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن رابعا استعمال لفظ لا يحل مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه خامسا ترتيب عقوبة شرعية على الفعل مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وأيضا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقوله سبحانه والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هل الحرام ضد الواجب؟ نقول نعم الحرام ضد الواجب لأن الواجب مأمور به على الجزم مثاب على فعله معاقب على تركه فالحرام إذن منهي عنه على الجزم مثاب على تركه معاقب على فعله لأنه ضد الواجب ولذلك قال الجوهري الحرام ضد الحلال والفرق بين الواجب والحرام أن مقصود الواجب تحصيل المصلحة فجاز أن يكون فيه الموسع وأن يكون فيه فرض الكفاية بخلاف الحرام فإن مقصوده نفي المفسدة والمفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جميع الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان وهل يجوز أن يكون الشيء الواحد موردا للأمر والنهي معا فيكون واجبا حراما؟ للجواب عن ذلك نبين أن الأشياء بالنظر إلى كليتها وجزئيتها وعمومها وخصوصها مراتب أعلاها الجنس ثم النوع ثم الشخص كقولنا الحيوان الإنسان زيد فالحيوان جنس بالإضافة إلى الإنسان والإنسان نوع له وزيد شخص من النوع وكقولنا أيضا العبادة الزكاة والصلاة هذه الصلاة المخصوصة فالعبادة جنس تحته أنواع والزكاة والصلاة نوعان من أنواع العبادات وهذه الصلاة المخصوصة شخص من الصلوات نبدأ أولا باجتماع الأمر والنهي في الواحد بالجنس فنقول إن الواحد بالجنس أي اللفظ الواحد الذي يدل على جنس يجوز أن يكون موردا للأمر والنهي أن يرد عليه الأمر والنهي ويتوجهان إليه باعتبار أنواعه أن يتوجه الأمر إلى بعض أنواعه والنهي إلى بعض آخر منها وأما اجتماع الأمر والنهي في الواحد بالنوع فيجوز أيضا أن يتوجه الأمر والنهي إلى الواحد بالنوع باعتبار أشخاصه فيكون بعض الأشخاص مأمورا به والبعض الآخر ليس مأمورا به كالأمر بالزكاة التي هي نوع لجنس العبادة والأمر بصلاة الضحاء التي هي باعتبار إطلاق نوع أو صنف للصلاة وباعتبار تقييدها بيوم بعينه شخص من أشخاص نوع الصلاة وكان نهي عن الصلاة في وقت النهي فقد توجه الأمر إلى الزكاة وصلاة الضحاء من حيث هما نوعان للعبادة وتوجه النهي إلى صلاة الضحاء والصلاة في وقت النهي من حيث هما شخصان لنوع العبادة وهو الصلاة أما اجتماع الأمر والنهي في الواحد بالشخص فنقول إن اللفظ والمسمى الواحد إذا كان مفهومه شخصا معينا فيمتنع كونه موردا لهما أي للأمر والنهي أي يمتنع توجه الأمر والنهي إلى الواحد بالشخص وورودهما عليه من جهة واحدة لأنه تناقض كما لو قال مثلا صل هذه الظهر لا تصل هذه الظهر أو قال أعتق هذا العبد لا تعتق هذا العبد أما كون الواحد بالشخص موردا للأمر والنهي من جهتين كالصلاة في الدار المغصوبة فإنها لا تصح في أشهر القولين عن الإمام أحمد وجماعة معه وذهب كثير من أهل العلم إلى صحة ذلك وفي المسألة قول ثالث للقاضي أبي بكر الباقلاني أنه إذا أدى الصلاة في دار مغصوبة فإن الفرض يسقط عندها لا بها أي يسقط الفرض عند أداء هذه الصلاة لإجماع السلف على عدم أمر المصلي في الدار المغصوبة بالإعادة قال أي الباقلاني ولا يسقط الفرض بها لقيام الدليل على عدم صحتها وهذا مذهب ضعيف لأن سقوط الفرض بدون أدائه شرعا غير معهود ومأخذ الخلاف في بطلان هذه الصلاة أو صحتها إنما هو النظر إلى هذه الصلاة المعينة الواقعة في هذا الموضع المغصوب أو النظر إلى جنس الصلاة مع قطع النظر عن مكان إيقاعها إن نظرنا إلى عين هذه الصلاة اتجه القول بالبطلان لأن نفس هذه الصلاة حرام معصية فتكون باطلة وإن نظرنا إلى جنس الصلاة اتجه القول بالصحة من جهة كونها مطلوبة للشارع والله أعلم